السلام عليكم ورحمة الله كيفكم حبيباتي يارب يوصلكم الفيديو اتوا فاتم الصحة والعافية اليوم فيديو عندنا فيديو اكلة شعبية تنفع في الشتة طبعا نكيل في كل وقت بس في الشتة بكلها طعم ثاني الخبزة خبزة الجنوب او الخبزة الجنوبية والخبزة انطلبت مني طلب باذن الله هي والعريكة والدغابيس والعصيد كلها انطلبت مني ارا سويها لكم اتباعا وانا بعض باذن الله قريبا ان شاء الله الباقي سويها طبعا مقادير الخبزة عندي هنا ثلاث كاسات دقيق بر ملعقة طعام خميرة وذرة ملح وطبعا انا ضفت حبة البركة او حبة سودة او سمسم وعجنتها عجينة كذا تكون زي عجينة اللقيمات طرية مو مرة هذيك السائلة ولا القاسية تكون طرية يعني زي كذا تكون في يدك تمسك طبعا انا اعجينها واخطها خليه لما انتخمر ساعة وبعدين احطها في الثلاجة اعجينها ثاني يوم اخبزها هو افضل سراحة حتى الاولين كانوا جداتنا وامهاتنا الله يرحمهم اكثر ما يسووا بذي الطريقة يعني يخمروها من الليل تطلع مرة منفوشة وتطلع ألذ بكثير لو ما عندك وقت اون سيتي ممكن عادي ساعة لغاية ما تختمر وترتفع وبعد كذا تعجينيها بذي الطريقة تطلعي منها الهواء وتبدي تخبزيها طبعا الخبزة خبزة الجنوب ما هي مختصة بقرية او بقبيلة دون على الثانية اغلب قبائل الجنوب او اهل الجنوب يسوي الخبزة ولكن ليفرق انه كل قبيلة او كل منطقة في الجنوب تسوي الخبزة بطريقتها الخبزة هذه طبعا اللي انا سويتها اليوم غالبا هي طريقة اهل او بلاد غامد وزهران غالبا احنا نسويها كذا وفي الديرة كانوا يخبزوها طبعا على الحطب او في الجمر يسموها خبزة الملة وممكن يسويها باصغر من كذا حجما وبرضو يسموها ملقة فاذا بس عندنا احنا لها طرق ولها اسماء فكيف باقي القرى يعني ممكن او باقي القبائل ممكن او باقي المناطق ممكن واحدة يدخل تقول لا احنا ممكن طريقتنا من البداية انا اقول لكم انه هذه خبزتنا احنا اهل غامد بالتحديد فحتى اهل زهران فاذا يعني طريقة تختلف عندكم لانه في ناس سووها يعني بطرق مرة مختلفة يخلوها من فوق كاملة ما يقطعوها يحطوا عليها التمر والعسل والسمن فطبعا تختلف الطرق وفي ناس يعجلوا معاها شمر انا ما حطيت شمر انتوا على حسن ما تحبوا في ناس ما يحطوا حبة سودا وسمسم طبعا الطرق مختلفة كثيرة هنا طبعا انا بسوي سمن لو عندكم سمن طبعا حيواني افضل او بقري بس انا جبت الزبدة لانه ما يتوفر طبعا في المدن بكثرة السمن الحيواني وذوبتها مع ورقة ريحان طبعا تخلو يدكم في السمن ما تسيبوه احترق اه اول شي على نارة عالية لغيت من فصل السمن عن الحليب من الزبدة وبعد كده طبعا تهدو النار عليه لغيت من يسير لونه احمر فاتح مو محروق هنا طلعتها ثاني يوم وماشاء الله تبارك الله كانت مرة العجينة زي ما انتوا شايفين كيف ماشاء الله مطواعة في يدي وروعة طلعت منها الهواء وملكتها هذا تمليك احنا سمي اللي هو ارجع اخبزها او عجينها مرة ثانية جبت عندي طبعا حجم الصينية المناسب انا ما كبرت العجينة اصلا شايفين السمن كيف وصل هذا اللون اللي انا اقصده ما تروحوا وتخلوه عشان ما يحترق طبعا اه صبت شوية في الصينية وفي ناس ممكن ما يدهنوها وفي ناس يدهنوها بزيت عادي بس السمن راح تعطيها لون وريحة وطعم خيالية طبعا بالسمن نفسه دهنت الصينية عندي بس حسيت انه كثير ونقصت شوية منه الان تحدثت الخبزة اصبح في حتى هي لها تحديثات في ناس يحجنوها بزبادي في ناس يحطوها حليب بودر كانها مع الجنات طبعا الطبخ مو شيء تقليدي الطبخ اصلا اذا ما كانت جديد وكان يضاف عليه كل يوم حاجة جديدة ما يصير الطبخ ولك ظهرت لكل الطبخات الكثيرة دي اللي هي في الاساس متفرعة عن طبخات اساسية وهذا ليفسد الود قضية بس الطريقة اللي اليوم سويتها هي طريقتنا الاصلية نخبزها بس او نعجلها بماء فقط وعندنا قبائل تهامة احنا هذي قبائل استرى طريقتنا قبائل تهامة يسوها فطير يعني ايش فطير يعني تكون قاسية ما يكون فيها خميرة مو مخمورة ابدا ولا منفوشة يسموها خبز فطير تكون كذا قاسية يعني وبرضو طعمة وممكن يسوها حامضة شا كذا اقول لكم الخبزة لها اكثر من طريقة او لها اكثر من منهج منطقة الجنوب حبدة كذا افردها بس ما رح اقروسها مرة عشان تطلع زيل بيت زلاء رح اسويها كذا يعني بس مجرد اني انزلها واساويها عندي في الصينية ورح ارش الوجه كمان بشوية سمسم وحبة سودة وحبة البركة وزي ما قلت لكم فيه ناس يضيفوا عليها شمر او يعجنوا فيها شمر وفي ناس سوا من جوه سادة انا كمان حطيت لها من جوه شوية ثفة اذا تعرفوا ثفة وحبة الرشاد حطيت لها حاجة مرة بسيطة طبعا كل دي الاشياء اختيارية الخبزة الاصلية على فكرة ما فيها حتى لا سمسم ولا حبة سودة واس هذه انا ضفتها من عندي عشان احب طعمها في الخبزة وكمان رح ارش على الوجه نفس الشيء حبة سودة واسمسم الفرن عندي محمة من قبل يعني اعتبر انك بتحطي كيكة هذا بيساعدك على نجاحها ونضوجها من جوه الفرن يكون متحمي قبلها بشوية تقريبا عشر دقائق مية وثمانين درجة رح اولي عليها الفرن من اسفل فقط لغاية ما حسنا استوت وتحمرت اطرافها وبعد كده رح اشيل عليها النار ما يقارب او الفرن من فوق ما يقارب بس عشر دقائق عشان بس يتحمر الوجه شوية عندي جربوها يا بنات بره لذيذة انا جاني سؤال كيف تتاكل يا منال هنا طبعا شوفوا بعد ما استوت كيف ما شاء الله تبارك الله رح اقلبها وتشوفوا الان تتاكل عادي تتاكل مع اطباق مالحات تتاكل مع عسل وسمن ممكن مع حلاة ممكن مع حلاة طحينية حلاة قصد يعني عسل حلاة طحينية زي كذا مو حلاة حلاة ممكن تاكلها مع ايدامات احنا طبعا برضو نقدمها يقال شوفوا كيف من تحت مستوية ولونة كيف مع السمن يقال انه في الصباح تتقدم مع اللبن وفي الليل مع السمن والعسل عندنا يعني في الديار لكن تقدميها مع ايدام مع شكشوكة مع جبنا بيض والشاي مع نواشف مع ايلي تحبي مع مرق طبعا مرق لحم مرق دجاج شوفوا كيف من شاء الله انقاطعتها يا بنات عشان تشوفوا كيف من جوه لا الهي لله مشاء الله تبارك الله شوفوا كيف من استوية وناضجة من جوه واهم حاجة بنات تراعوا انه الدقيق يكون بر شان تطلع كويسة الابيض ما ينفع الدقيق هذا عندي انا جبت امثل من المطحنة الطاحون طحنته طازة مشاء الله كل ما كان دقيق طازة والخميرة تتأكدي انها جديدة تختبريها اول كل ما زبطت عندك الخبزة او القرصان القرصة الملعقة فشوفوا كيف مشاء الله تبارك الله اتمنى تجربوها مره يا بنات خطيرة خطيرة جنن روعة وحلوة تاكل فيها على قل تضمني لا فيها غلوتين ولا فيها مواد الخبز شوفوا كيف الرحام في السمن ما شاء الله تبارك الله ولونه كيف مع العسل شاء الله عجبتكم شوفكم على خير